جئنا لإنقاذكم وجئنا لتخليصكم من الإرهاب عمان مراء على هذه الكلمات التي أطلقها حيدر العبادي معلناً بدأ العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في مدينة الموصل عمان مراء والتخليص الموعود تجسده المدينة المدمرة وتعيه جيداً عذابات سكانها وتترجمه انتهاكات الميليشيات الموثقة عند المنظمات الحقوقية الدولية مسلحون على الأرض بالآلاف من القوات الحكومية وميليشيا الحشد ومن فوقهم طائرات التحالف أعلنوا بدء المعركة بقصف أرضي وجوي لم يغادر المدينة إلا بعد عدة أشهر فأعلنت الحكومة انتهاء المعارك وأعلن الخراب انتهاء الحياة في المدينة عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا ومثلهم جرحوا وأصيبوا بإعاقات مستديمة ومئات الآلاف أصبحوا نازحين وقلة متبقية وسط ركام المدينة تعيش يوميات مداهمات واعتقال وتفتيش وابتزاز على أيدي ميليشيا الحشد المسيطر الفعلي على المدينة أكثر من 2500 جثة تم انتشالها من الأنقاض إلى الآن وهذا العدد قليل بالنسبة للأجساد التي ما زالت مطمورة تحت تلال من ركام يقف الدفاع المدني عاجزا أمامه وفي خضم دمار البنية التحتية فلك أن تتخيل كيف يكون حال التعليم والصحة والمؤسسات الخدمية الأخرى مدينة معطلة تماما فيما يتحرك المسؤولون لاستجداء تمويل خارجي باسمها دون أن يغير ذلك من واقع مأساتها نصر أعلنه العبادي ووزارة التخطيط في حكومته تبشر سكان الموصل بعشر سنوات من الانتظار كأقل تقدير حتى يعاد تأهيل المدينة وبكلفة تتجاوز مئة مليار دولار أيام وليالي مرت والمدينة محمولة على نعش ذاكرة سكانها المنتظرين لخلاص لا تبدو ملامحه في أفق العراق الحالي